في اليوم السبع والخمسين للحرب تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر وزارة الأمن وعندما بات يعرف إسرائيليا بدوار المختطفين يطالبون هؤلاء المتظاهرين باستعادة أبنائهم من خلال المفاوضات وقبل أن تعود إسرائيل إلى حربها المجنونة على قطاع غزة أنا باتي لكروية تكرية لشخررة كل الخطفين ماهر ماهر باكدام زي أدبار خي خشوف لا ننسخ بملخمة إذا لا نشخرر كل الخطفين 136 إسرائيليا غالبيتهم من الجنود بقيوا في الأسر والتظاهر هنا يأتي كخطوة لتحضير رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو من التخلي عنهم لأهدافه السياسية الشخصية الأول على الإبقاء على الحكومة واستئناف الحربي ليحقق أهدافه نجاح ممكن بعد الفشل الذريع في السابعي من أكتوبر أخذرت كلام הביתة أنا كان لزدادة مع المشبهات ويزدادة بيحد كأم وأصباب وكوهب لي وأنا محقاة لا أستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن أخذروا بيها يقف بنيمين نتنياهو في حكومته الخامسة وفي حربه الدامية والتي لم يحقق فيها أي نجاحات أمام صراع كبير يحتاج فيه للتوفيق بين احتياجاته السياسية لإرضاء شركائه من اليمين الفاشي وبين احتجاجات أهالي الجنود الذين ضقوا في الأسر ويطالبون باستعادة أبنائهم وهو في هذا الصراع يبدو خاسرا